السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من تلفزيون الكوت جدد نائب وزير الخارجية خالد الجارالة تأكيده على مواصلة الجهود في مباحثات جينيذ والرامية إلى وقف نزيف الدم السوري لافتان إلى التزام الكويت بالبرامج الإغاثية وتقديم المساعدات للشعب السوري تصريحات الجارالة جاءت على هامش الاجتماع السابع لمجموعة كبار المانحين لدعم الشعب السوري والذي دعا جميع الدول إلى الوفاء بتعهداتها لدعم الوضع الإنساني في سوريا والتي بلغت أكثر من عشرة مليارات دولار وسط تأكيدات على ضرورة الوفاء بالتعهدات التي قدمتها الدول والجهة المانحة خلال المؤتمر الدولي الرابع للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا والتي بلغت أكثر من عشرة مليارات دولار انطلقت أعمال الاجتماع السابع لمجموعة كبار المنحين لدعم الشعب السوري والذي تقيمه الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وبحضور نائب وزير الخارجية خالد الجارل الذي أكد أن جهودا متواصلة تجرى في مباحثات جنيف لوقف نزيف الدم السوري الآن هناك أكثر من وزير خارجية في جنيف وهناك اتصالات متواصلة في جنيف لتحريك عملية السلام ومفاوضات التي تجري في جنيف وتفعيل هذه المفاوضات للوصول إلى بلورة موقف وبلورة الحقيقة أفكار تسهم في الوصول إلى حل وتسهم في الوصول إلى وقف نزيف الدم لابناء الشعب السوري الاجتماع الذي حضره مسؤولون أمميون خلص إلى أهمية العمل على تفعيل خطط الاستجابة الإنسانية وحشد الطاقات لتخفيف معاناة الشعب السوري كما استنكر المجتمعون المجازر التي شهدتها مدينة حلب محملين المجتمع الدولي مسؤولية العجز عن مواجهة تداعيات الأزمة وكان الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون دعا لعقد قمة للعمل الإنساني في مدينة إسطنبول التركية خلال الشهر الجاري وهي أول قمة عالمية للعمل الإنساني في خطوة للاستجابة للنداءات الإنسانية المتكررة ووضع حلول جذرية للأسباب المؤدية إلى تفاقم الكوارث الإنسانية في العالم اشتركوا في القناة